دلوقتي مشاهدينا معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف اتفضل يدينا شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لمبرنامج التروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات توثيقة سياسة ملكية الدولة بما يسهم في زيادة معدلات الاتثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نمو الاقتصادي وأيضا توسيع قعدة الملكية كما شهد الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ برنامج التروحات والتي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المعلن عنها من قبل إلى جانب التوافق على بدي إجراءات طرح شركتي وطنية وصافي من خلال مستشار الطرح الأربعاء المقبل نجحت مصر في إطلاق القمر الصناعي حورث اثنين من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين حاملا على متنه كاميرا عالية الجودة وقال رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر إن القمر حورث اثنين تم بناؤه في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين وأضف صدقي أن القمر الجديد يعد من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد والتي يجري تطويرها من خلال مشاركة كاملة من فريق من خبراء مصريين وخبراء صينيين لافتا إلى أن القمر يلبي كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030 إلى جانب تحقيق كل متطلبات التنمية المستدامة يعقد اليوم مجلس نواب الشعب الجديد في تونس والمنبثق عن انتخابات 17 ديسمبر الماضي جلسته العامة الافتتاحية وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد في وقت سابق على ضرورة أن يكون المجلس التشريعي القادم في مستوى تطلعات الشعب التونسي مشيرا إلى أن البرلمان لن يكون كما كان في السابق والتشريعات يجب أن تعبر عن الإرادة العامة لا عن إرادة بعض الجهات كما حدثا خلال العشرية السوداء والتي حكمها تنظيم حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية أعلنت أوكرانيا وروسيا السقوط عدد كبير من القتل في إقليم دونباس بأوكرانيا الذي يمثل محور تقدم القوات الروسية صوب الأراضي الأوكرانية وقال رئيس الأوكراني فلودامير زيلانيكي أن أكثر من 1100 قتيل سقطوا في صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع في المعارك بينما قالت وزارة الدفاع الروسية أنها قتلت أكثر من 220 جنديا أوكرانيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية وتتركز معظم المعارك في شرق أوكرانيا ببنينة باخموت التي تدمر معظمها جراء الهجمات والقصف المستمر منذ أكثر من عام قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك أنها استحوذت على بنك سيجنيتشر بعد الإعلان عن إفلاس البنك في ثاني حالة إفلاس البنك في غضون أيام ومن جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانا تيالن أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي على بقية النظام المصرفية وقالت يالن أن الحكومة تعمل مع وكالة تأمين الوداء لإيجاد حل لبنك سيليكون فالي مستبعدة إنقاذ البنك عن طريق ضخ أموال عامة كما حدث خلال الأزمة المالية عام 2008 حيث أنقذت الحكومة الأمريكية عددا من البنوك الكبيرة لا أعتقدها أن انهيارها سيشكل خطرا على نظام المصرفي بكامل ومن جانبه تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنكو سيليكون فالي وسيجنيتشر أطلقت بيونج يانج صاروخ كروز من غواصة وذلك قبل ساعات قليلة من موعد بدء منورات عسكرية مشتركة أمريكية كورية جنوبية وساعة النطاقة وأفدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن غواصة أطلقت الصاروخين من قبلة ثواحل مدينة سامبو الواقع شرق البلاد ومن جهته أفد جيش كوريا الجنوبية أنه رصد إطلاق صاروخ واحد غير محدد قال خفر السواحل الإيطالي أنه جرى إنقاذ سبع عشرة مهاجرا بعد إنقلاب قاربهم وسط البحر المتوسط وأوضح خفر السواحل أنه لا يزال 30 آخرون في عداد المفقودين مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة بدعم من سفن تجارية وبدعم جوي من الوكالة الأوروبية لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي فرانتكس يأتي هذا الحادث في أعقاب غرق سفينة في فبراير الماضي في قرب منطقة كالابريا الجنوبية مما أصفر عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا ختام مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاكم استكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر